اشتركوا في القناة اصبح المملكة نموذجا في حسن ادارة الازمات والطوارئ ثقافة التطوع تبني مجتمعا متحابا ومترابطا نظرا لأهمية نشر هذه الثقافة ودعمها في مملكة البحرين اهتم سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة الشؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة بتكريم وتشجيع الشباب على تقديم حلول مبتكرة من خلال الأعمال التطوعية وتقرر تخصيص النسخة الحادية عشر من الجائزة التي تحمل اسم سموه للعمل التطوعي وللسنة الثانية على التوالي لتكريم الكوادر البحرينية بالصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا وذلك للاحتفاء بما تقدمه هذه الكوادر من عطاءات وتضحيات إنسانية والتي كان لها أثرها الواضح في تقليل نسب الإصابات والوفيات والتوسع في تقديم العلاج واللقاحات لتتبوأ مملكة البحرين صدارة التقارير الدولية ذات الصلة ولتصبح نموذجا في حسن إدارة الأزمات والطوارئ هذه الكوادر الوطنية المتواجدة في الصفوف الأمامية قدمت أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص للوطن وتكريمها هو رسالة اعتزاز وتقدير وشكر لها على جهودها وبصماتها الإنسانية التي نالت احترام الشعب البحريني والتي جددت التأكيد على مدى أصالة شعب البحرين وما يتحلى به من حس المسئولية الوطنية حيث أظهرت أزمة جائحة كورونا جانبا مهما في شخصية أبناء البحرين وهو المبادرة إلى التطوع والعمل الإنساني دون الالتفات لحجم المخاطر تاريخ العمل التطوعي في مملكة البحرين طويل وممتد ويعكس العمق الحضاري للمملكة ويعد ركيزة أساسية لنهضة المجتمع ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلال الملك المفدى حفظه الله ورعاه ومن الضروري العمل على غرس قيم العمل التطوعي في نفوس الشباب والناشئة وتشجيعهم على خوض هذا المضمار حيث إنه يعتبر مطلبا دينيا وأخلاقيا وإنسانيا تقوم عليه أعمدة نهضة المجتمعات وتطورها